اشتركوا في القناة الثلاث في اطار نقطتين مهمين جدا وهي رقم واحد امتى بنستخدم كلمة وي امتى نستخدم كلمة نو امتى نستخدم كلمة سي النقطة التانية هي ازاي نقدر نميز ما بين التلات كلمات واختار ايه الاجابة المناسبة فيهم نبدأ مع بعض على برقة الله بالنقطة الاولى اللي هي امتى بنستخدم كلمة وي امتى نستخدم كلمة نو امتى نستخدم كلمة سي بنستخدم الكلمات دي للاجابة على سؤال بصيغة الاستفهام الكلي المقصود بالاستفهام الكلي في هنا اللي هو طب ايه هو زي ما احنا شايفين هو اني بسأل عن الجملة كلها وده عن طريق واحد من الطرق التلاتة الطريقة الاولى طبعا عن طريق استخدام الكلمة اسك او المصطلح اسك واللي بيجب معناها هل زي ما احنا شايفين في المثال ده بقوله اسك توفي لديفوار يعني هل انت عملت الواجبات طبعا المفروض بجاوب يا وي او نو الطريقة التانية هي طريقة تسمى بالانتوناسيون مونطونت والمقصود بالانتوناسيون مونطونت هي اللهجة المتصادة وهي عبارة عن جملة خبرية عادي جدا بتكاوم من سوجة وفيرب وكمليمون زي ما احنا شايفين توفي لديفوار هي عبارة عن جملة بسيطة يعني انت عملت الواجب بمجرد ما انا استخدمت بوضع انتوناسيون علامة الاستفهام يبقى لازم انطهب بالشكل الاتي توفي لديفوار انت عملت الواجبات هنا زي ما احنا ملاحظين السهم بيعلو كده بمعنى ان الانتوناسيون بتاعتي اللاجة بتاعت بتبتد ان هي يتعلو الطريقة التالتة وهي طريقة لانفرسيون دي سوجة او زي ما بنسميها لانفرسيون وهي تقديم الفعل على الفعل زي ما احنا شفنا في المثال السابق ان كانت كلمة تو يصبق الفي في الطريقة دي احنا بنعمل بنعمل انفرسيون بنقدم الفعل على الفعل وبنستخدم تريدينيون بتوضح لي هنا الانفرسيون فبقول لك يعني هل انت عملت الواجبات يبقى الاستفهام الكل ممكن انفزه ازاي عن طريق واحد من الطرق الاتية استخدام كلمة اسك بمعنى هل وتأتي فيه اول الجملة طريقة لانتوناسيون منطنت وي طريقة اللهجة المتصادة طريقة لانفرسيون دي سي جي وهي تقديم الفعل على الفعل كده عرفنا امتى بنستخدم الاستفهام الكل اللي انا بجاوب عنه بكلمة وي او كلمة نو او كلمة سي النقطة التانية ان شاء الله هي ازاي اقدر اميز ما بين التلات كلمات واختار مين فيهم فيه الاجابة طيب السطر ده بيقول ايه بيقول يمكن يمكن التمييز بسهولة عند الاختيار ما بين كلمة وي وكلمة نو وكلمة سي عن طريق ان انا بحدد هو السؤال بتاعي مسبت ولا ما انفي عشان كده انا اعمل كومبريزون مقارنة باشرح لحضرتك هنا ان السؤال المسبت زي هل انت عملت الواجبات السؤال هنا طبعا مسبت فالاجابة بتاعتي بتبقى حاجة من اتنين بستخدم طبعا وي علشان ارد اجابة مسبتة فبقول على سبيل المثال زي ما احنا شايفين كده يبقى انت سألتني انت عملت الواجبات قلت لك نعم أنا عملت الواجبات طيب في حالة ان انا عايز ارد باجابة منفية فانا بستخدم كلمة مثال لا انا ما عملتش الواجبات وليس شرط ان انا بستخدم زرفي النفي حتى انفي الجملة يعني مش عشان انا عايز ارد يبقى لابد ان انا استخدم زرفي النفي زي ما انا شايف الجملة دي اللي هي لا انا ممكن اجاوب اجابة تانية وهي تفيد النفي هنا فانت سألتني فوق وبتقول لي فانا جاوبت اجابة اخرى وقلت بمعنى لا انا ارتب حجرتي يبقى اذا كان السؤال بتاعي سؤال مثبت فانا بستخدم كلمة وي للرد بالاسبات اذا كان السؤال مثبت يبقى انا بختار فقط وي او نو وبحذف تماما من اختياراتي كلمة سي اما اذا كان السؤال بتاعي منفي كما في هذا المثال اذا انت ما عملتش الواجبات فهنا السؤال منفي يبقى انا هستخدم كلمة سي علشان ارد بجملة مثبتة فهقول سي جفي لديفوار طبعا المشكلة بتيجي هنا ان انت سألتني فوق وبتقول لي تنفي باديفوار وبتستخدم سي وبجيب وراه جملة مثبتة عشان نوضح النقطة دي هنأخذ مثال بسيط جدا يوضح لنا الامور دي يعني ربنا سبحانه وتعالى في سورة التين والزيتون بيقول اليس الله باحكام الحاكمين هو بيسألك هنا باستخدام صيغة الاستفهام المنفي اه ليس الله باحكام الحاكمين انا لازم ارد هنا واقول بلا يا رب انت احكم الحاكمين انا استخدمت بلا وجبت وراها جملة مثبتة طيب هي بلا اللي هي بتسوي كلمة سي كانت وظيفتها ايه كانت وظيفتها حزف النفي اللي موجود في الاستفهام يبقى انت لو فهمت النقطة دي هتقدر تيجي هنا في السؤال فوق السؤال المنفي لما تقولي تنفي بالدفور يعني انت ما عملتش الواجبات لما تستخدم كلمة سي يبقى حضرتك لازم تحزف من فوق الني والبا هتلاقيك بتجاوب ايجاب عادية جدا نتقول سي جفي بالدفور بلا انا عملت الواجبات بتاعتي اما اذا كنت هتجاوب بنو فهتلاحظ دايما انه نو وراها جملة منفية فانت بتقول في الجملة دي نو جنفي بالدفور لا انا ما عملتش الواجبات يبقى باختصار شديد جدا لما بيكون السؤال المثبت بنستخدم وي وراها جملة مثبتة نو وراها جملة منفية ولو كان السؤال المنفي بنستخدم سي اللي بتحزف النفي في السؤال المنفي ويأتي بعدها جملة مثبتة ونستخدم نو دايما لنييجي وراها جملة منفية بعد ما انتهينا من شرح الفرق ما بين الكلمات الثلاث خلونا نشوف مع بعض تمرين بسيط شوازي سيلا بوني بونس اختيار من متعدد يأكد لنا فهمنا ليه القادة دي ان شاء الله السؤال الاول بيقول يعني انتم هتسافروا من باريس طبعا السؤال هنا سؤال مثبت يبقى لازم احذف من اجاباتي كلمة سي واركز فقط على كلمة وي وكلمة نو في الاجابة بيقول نو بارتو عباري نعم نحن سنرحل الى باريس يبقى طبعا الاجابة هنا كلمة وي السؤال التاني بيقول ونشوف مع اذا احنا مش هنلعب يبقى طالما سؤال منفي هنعمل العكس بقى الجملة الاولى هنحذف هنا كلمة وي ونركز على كلمة نو وكلمة سي طبعا بيسألني بيقول اذا احنا مش هنلعب فانا بقول له جوذيلير انا سوف اقرأ يبقى انا مش هلعب يبقى اجابة منفية يبقى يجب ان يكون الاختيار كلمة نو السؤال التالت بيقول هل التنس هو رياضة عنيفة في الاجابة طبعا قال ستاسبور كلاسيك طبعا سؤال مثبت عادي جدا هقول له لا التنس بيكون رياضة كلاسيكية يبقى الاجابة طبعا كلمة نو السؤال الرابع بتينا بعتها تروس انت ما معاكش المقلمة بتاعتك طبعا ده سؤال منفي يبقى هنحذف كلمة وي نركز بس على كلمة نو وكلمة سي في الاجابة بيقول جولي اوبلي ي تاني كده جولي اوبلي ي جولي اوبلي ي معناه انا نسيت المقلمة بتاعت يبقى هي مش معاي فهقول له طبعا هنا نو يعني لأ جمباة ما تروس جمباة ما تروس يعني انا معيش معلمتي برشك جي لاي اوبلي ي لاني نسيتها السؤال الخامس هنا بيقول هل انت بتحب افلام الاكشن سؤال مثبت نحذف طبعا كلمة سي نركز فقط على كلمة وي وكلمة نو في الاجابة بيقول طبعا هنا في نافية لا انا بفضل الافلام بتاعت الافلام الرومانسية فالاجابة هتبقى هنا نو جيم ريجار دي لفيلم رومانتيك السؤال السادس بيقول انا في باقو سينما اذا احنا مش هنروح السينما طبعا طالما سؤال من في بنحذف كلمة وي وبنركز على كلمة نو وكلمة سي طيب هو هنا بيقول جو في بيان يعني انا ارغف جدا اني اذهب الى السينما لاحظت في الجملة دي اني حزفت هنا النافي اللي هو النو والبا يبقى على طول لازم اقول له سي لان دي وظيفة سي انها بتحزف النافي في الاستفام المنفي فهقول سي بيقول يعني بيقول انا اشعر بألم في ضهري طيب السؤال هنا سؤال منفي معنى كده ان انا هحزف كلمة وي وهركز على طبعا هنا بيرفض ان هو يتصلك الجبل لانه بيشعر بألم في الضار فطبعا الاجابة هنا هتكون الاجابة كلمة وكده الحمد لله نكون انت هنا من شرح الفرمة بين الكلمات الثلاث كلمة وي بمعنى نعم كلمة نو بمعنى لا كلمة سي بمعنى بلا اتمنى يا رب ان الشرح يكون واضح ويكون بسيط وسلس ويكون يساعدكم وان ما يكونش فيه اي حاجة صعبة وان ما يحصلش لابس بعد كده في الفرق ما بين الكلمات الثلاث لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وما تنساش الاشتراك معنا وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد في نهاية هذا الفيديو اشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته